قصة الليلة مختلفة جدا أولا عجبتني لأنه صاحبتها ما زال بقى شابة لكن ما شاء الله ربي غادي رزقها بزاف ديال التبات وهداها الطرق دياله بعدة أسباب وغادي تستجب ليه ولله الحمد حكاية الليلة صراحة كان شوفها بلي أنها قدوة للمراهقات الطيشات أمينة ما غاديش تخرجكم اليوم من العالم ديالها حتى تحقنكم بالطاقة الإيجابية سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لأنكم تكونوا وفي خير وفي آخر أموركم هني أحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم من جديد ورافقكم فيما كنتوا فيما مشيتوا وخامسة أفراء وخال عطلة ما نسيركمش وأنا معكم فقبل ما ندخلوا في حلقة الليلة ما تنسوش أنكم تفرحوني لتحسبوا الضغط على زير الإعجاب لما تيكلفكم ولا أدنى مجهود وخيرا ما تعطلت عليكم أكثر ونقول لكم بعده ولول مرحبا إذا كنت مع الله لتحقق بنا على القناة إذا كنت من أهل الضار كيف العادة أراد الضار ضارك بسم الله لنا أبدأ أنا أمينة هذا هو الاسم الحقيقي ديالي ما عنديش مشكل أنني نبوح بالتفاصيل ديوحياتي تنسكن في واحد المدينة لي هي صغيرة طفولة ديالي دست عادية كأي بنت صغيرة أنا الواحدة وسط زوج ديال تاريخوتي كان تامي الأسرة متوسطة جدا عندي أب لي هو خدم كعامل نظافة وأم لي هي ربت البيت في سنة 13-14 سنة الأم ديالي كان سافرت الواحد المدة لعند الأهل ديالها تقابل أو بالأحرى عند أمي متاع تقابلها لأنها كانت مريضة فجدت لقاتني أنا طريحة الفراش ما كان قدرش نتمشى ولا نتحرك ولا ندير شي حاجة دات لي الدوية نتاع الدار السيمانة ما قدوش فيها داتني السبطة ردرت بي عند الأطباء قالوا ليها باللي بنتك ما عندها شي حاجة بقيت في الفراش مدة عاد بريت من بعد دست عامين بديت كنحس بلي أنه شعريتي طيح لي الحميكية طرت قيب الدم وأنا غير مكتأبة وما عاجبنيش الحال بقيت على ديك الحال وماما كانت ما بين دارنا وما بين دار مع أمها وبما أنني كنت أنا البنت الوسطانية في دارنا فكنت أنا اللي مكلفة بالدار من طياب وتخمالي لما آخره كنت اللعب الدور نتاع الأم في المسؤولية فقط خصوصا أنه كنت في واحد السن اللي هو ديال المراهقة المراقبة ديال ماما ما كانش حيجش ما كانش كتكون وبابا كان عطني الحرية مش هيديك السلبيه طبعا ولكن الحرية ديال أنه أنا راني تيقفيك فبقيت ما بين المدرسة والدار وكيجي ببقيقة كل شي واجد أخويا الكبير بدك يزيرني وكي يعنفني في مشيتي ش مدرتي أري التليفون ديالك المراقبة اللي ما كانش من طرف وليدي كنت لقيتها في أخويا أو بالأحرى في أخوتي كنت نقول ربما أراتي خافوا عليا ولكن ماشي هذه الطريق الصحيحة باش أنهم يحموني المهم بقيت على ديك الحال ما بين المرض وما بين المراقبة كنت مرة مرة كانت خاف كتجي الإسعاف كتديني ولكن الأطباء ما تلقوا عندي حتى شي حاجة تلوا عيد كبير كنا مجموعين حنا العائلة بابا واختي وكانوا كي يدبحوا وأنا كنت وقفة معهم أنا فضل لحظة نغوط لربي اللي خلقني وتنقول لا لا هادشي أنا ما نقدرش نشوفه علما باللي أنا وانا ما عنديش لفوبيا ولا خوف ولا حتى شي حاجة من هذي الناحية ديال أنا نشوف شي دبيحة كتدباحي لما أخيره ضرنا غادي يبعدوني ومشيت تعزلت ببوحدي في حد البيت والحمد يالدك العيد ما كنتش قادرة ندوزو دخلوني نعست وأنا مكمشة كلي على ربعة ماما غادي تصورني وغادي تصفتني لخالتي وقالت لها خالتي ما الأمينة في هذي الحالة سيري ادي عن شي راقي وشوفيها شنو بها راه بنتك جاتني ماشي عادية خصوصا أنا ولو الطباء بأتي يقول لك باللي بنتك ما عندها والو فعلا دو كل أيام ما زال الأم ديالي ادتني عنده واحد راقي لي كان متمكن من المهنة ديالو لي كان صاحب خويا غير أنا دخلت عنده كأنني نعست وغادي نتقرقي إذا كنت فيها حرك راسك بدأ راسي كيت تحرك وبدأت نبكي ونقول يا ربي شنو هاد شي كنحس في راسي بللي أنا نفشي بلاصة اللي خارقة وشي حاجة كتتعاود بفمي كتتضر ذاك شي اللي فيها بدك يغوت فاشلت الحصا ديالي غادي نتق ذاك شي اللي فيها وغادي يقول بللي شنو عندي وغادي يقول شكن الشخص اللي دار لي هذا الشي غادي يقول لي يا راقي شوف يا أمينة ما تبقينش تقلسي في الخلوة ما بينك وبيبين راسك لأنه راي عندك سحر وعندك توكال هاد السحر وهاد توكال داروا ليك من طرف واحد خالتك حيث أنا اللي انتقص بهم واحد لي كان مخلف وواحد لي وكلوه ليك وبما أنا وعندي خلافات مع خالتي فما اتفاجئناش جابتني ممي للدار بدوك يضحكوا معايا وبوقتي يخدم على ستاديا النفوس زي ما أنا في زوج من جديد الأم دالي غادي تمشي لبلاد وبقيت أنا مع المعاناة أنه صباح كالقا الحميتي زراك وشعري كله محلول رجعت مميلي أنه قالوا لي هاب اللي يعيني بدوك يسيله بالماء ومراك يسيله بالدم لي كان خفيف غادي يجيبوا لي فقيه مش عويد وما كانش عندنا علم بهذا الأمر أنا ذاك جاب ذاك يضربني بوحد الجلدة ديال بيكالا وتي يقول خرج منها ذاك الشي اللي فيتي غوط أعطاني واحد لما شربته وواحد كتابة تحزن بيها أنا ما كنت تحزن بيها كان نساها كنت ديما مخليها عندي في البيت مشاف حالو هاد الفقيه وطلعت ليها سخانة وخرجت نقلس في فم الباب غادي نطيح في الزنقة ضرجت أنا ودرب كله تجمع ليا والنفس ديالي ما كتطلع ما كتطبط كان سمع غير بعدو عليها رأمينا ماتت شوي غادي نطلق غوطة اللي فيها أمي سمعتني جاد دخلتني وبدأت كترش علي الماء حتى حليت يعيني لغضيت هدنات أوضاعي حتى غادي يجي واحد ولد عمي وغادي يقول لي يا راه أمينا كينا واحد القطة إذا بغيت يتربيها قلت لي رأي بغيت ولكن قلت لي بلا تنسوا لأمي هي لولا رفضات ولكن تبتها بله أمي ركت تغيب عليها بشهورة ولم تلقى معا من التوانس حسيت بي وخلتني أنا نجي بها الدار جبناها وسمها بابا بحامينا بقوة معزتي عنده قرب سميتها مني داس شي تلت شهور وواحد نهار وأنا نعسى كان حلم بلي أنا تضربت بموس وجاي في واحد الواد كان حبه علاج لي ويدي وحتى شي حد مرحمني حتى ضحت في الزنقة جدك القطة ديالي ووقفت عليها أعلاف صدري وقالت لي يا أمينا نموت أنا وما تموتيش أنتي فعلا تخيلوا معي خمسة يام بالضبط وأنا كنشوف نفس الحلمة بالنفس التفاصيل حتى النهار السادس اللي غادي تصبح فيه القطة ديالي مريضة مشيس عدم أخويا كان طلبهم عفاكم الدول عندي شي طبيب بيطاري حتى كنت أنا قارية فاش جيت مع ربعة جيت كنهزة كالقا كدير الأنين ديال الألم أعنقتها وماتت بديت تمكي وما قدرتش على فرقها ومشيت جبت قطح داخر باش أنا ننربيه في هادلوقيتها بالضبط بديت في محاولة أنا كانت تقرب من مولانا بزاف كنت كان دير قيام الليل كان صلي الفجر ونجحت في التاسعة ديالي بمعدة لي كان مزيان علما أنه عامين اللي قبل وأنا في نفس المستوى اللي مقرتوش لأنه كنت كان عاني من المرض مرة في السبطار مرة عند الفقه مرة عند الراقي تلوحد الصباح في الصيف حسيت بالقنطة وبغى نموت وتنقول جارتنا رنيت لحسب رسمي خنوقه ومشي حتى لهي حاوليت باش أنا تهدني ودوي معايا حتى ارتحيت ومعا كانت عندنا العراضة في الدار خليت مميهي اللي مكلفة بكل شي ومشيت نعست فاش ضربتني الفيقة الخزب اللي أنا وكل شي سالة العراضة سالت والرغوف المي بيضة اللي كانت خارج اللي ومخنوقه وقلبيتي ضرب ما فهمتش شنو واقع خرش اللي عندهم بشعر اللي كان هابط على عيني وبحيلة ما قداش نمشي وغيرت أنا خبط برجلي أمي كانت شوفيه كانت بتاسم عند بالها بلي أنني كان ضحك فهد اللحظة كنت كان سمع غير الصوت نتاع أمي من جديد اللي كانت تقول أمينا را ماتت وكانت غوت لربي اللي خلقها أنا تنسمع صوتها بحل كل مرة ولكن ما قادراش نتجاوب ولا نهضر ولا نطمئنها عليها خويا غادي هزني وتي قلبي بشكون غادي يديني السبيطار أنا تنحاول أنا ننغزو ونقول لي كل أمي باللي أنا راني ماميتاش ووتي قلليها وامي سكتي راه أمينا عايشة عايشة جواح تجرنا هو اللي غادي طلعني في الطموبيل دياله وغادي تديني ودال لي السيروم وما بغا شيدوز لهم طبي وقفت عليهم قلت لهم هاد البنت اعرف شكل هادش اللي عندها وانا ما كان ضنش بلي انها غادي تكمل هاد الليلة ما تنضنش اصلا بلي انها غادي تعيش كل شي تيبكي وديرين بيا وانا غير تنشاهد شوية غادي نسمع عمتي يقولوا إنا لله وإنا إليه يراجعون ماشي عليا غادي تزيرني أمي من يديها ودقول يا أمينا راجدك ماتت وانا اصلا ذيك اللحظة نتاع في لحظة الموت المهم بقيت ذيك الليلة في السبيطار حتى الترخيت ودوني الدار بديت كانت تحسن من جديد ما متش جا شهر تسعود ندخلت نقرة في التانوية حتى غادي وقف علي صاحب اخويا واحد من نهار كيتووني على شي كتاب اللي بغاها الخو اللي كان قدي شافني واحد والجيران واحد اخر اللي كنت وقفة مع صاحب اخويا ومش هووصلها ليه تلاقيت اخويا في الدار فلاشية بديت كان سمعوتي غوت وكيقول في هذيك الشيطة ديال بنتك تيقولها الوالدية حسيت بالحقرة بنضلي وبي اخوت عليه جمع راسك على بنتي اخويا خرج اللي عندك تدري صاحبه ومشا تيسبه انا بقيت مقهورة على ذيك الحقرة كان دعي فيه الله يخط فيك الحق دلس تلت يام بديت كان قول مع راسي أمينا اهدش اللي عايش فيه اللي غادي خرجك منه هو انك تقرب من الله لديك تكال وديك السحر لك تعيش العدب دياله ولا ديك الحقرة انت اخوتك اعطتها للصالة والدعاء كندعي الله يا ربي كتب ليه شي مكتاب ديال الخير حسن اللغد ليه كان فيق كندخل التليفوني كالقاه عامر بتصور ديال الخمار والحجاب الشرعي كيف شوصله الله اعلم هزيت ورقة السيلو بديت كان نقلب اكثر في الدين ديالي الحجاب فرد سلافرد هادي فرد وهادي فرد قلت لها انا غادي ندير النقاب وانا نداك كانت عندي 18 سنة قلت لي لا انتي باقة صغيرة ديريال الحجاب ديالك الشرعي والنقاب ديريال من بعد مشيت نقلب الحجاب الشرعي وبديت كان لبسه ديالس يومين بالضبط الولي اللي وصل للهضراء الخوتي دول المان فيها كانت عنده كروسة ديال الخضراء جوشي دراري تعدى وعليه وقتله في صحته وصلني الخبار وحسيت بلي انه ربي جاوبني ولكن ذكر القهرة كان نحس بلي نور بسه بلي ذاك شلي بغيت دخلت الطريق مولانا تحجبت ولكن اثار السحر بقات فيها اللي كانت تخليني مكان ناكل ما تنشرب ومي كانت مرة مرة تديني كان نحيد ذاك التوكال حتى الوحد النهار قلت انا هاد الليلة غادي نقرى صورات البقارة كلها ساديتها في الفجر ونعزت وهنا غادي نشوف الرؤية اللي فيها كنت تنحل واحد الحبل اللي كان معقد في العقدات دياله ولكن انا حليته بسهولة ومنين فقط مشيت في السرط الحلم ورقيت باللي انه ربما ايكون سيحد يرتفك وهنا فهمت باللي انه غادي نبدأ حيات جديدة انا ما عمرني كنت بغى انا نعصر بي في اي حاجة ذاك خمس سنين اللي دا اسمحياتي كان بامكاني انني ندير بزاف ديال الحرام ولكن تكون تقول لا ارا عندي اب اللي كيتسنيني في الدار اللي كيتكرفس وكيهز البقايا ديال الناس باش انه يتخلص باش يصرف عليا ويوكلني ويشربني ويتهلا فيها ميمكنش انا نخذله بالحرام ما كنش نعمر راسي بخوتي لي كانوا خانقيني حياتش اذا كنت بغيت ندير شي حاجة اخذي نديرها واخذ زيار ديالهم ولكن من ديما كان كيوقف ما بين عيني ببا لي كيييحثار مني وكييبغيني عمرو ما هزع لي حتى صوتو واخا عندو الحق وتعيد لي غير بلا لا امينة اغادي تدوز الايام من مورا ديك الحلمة ومشيت عند الراقي باش نعودها ليه قلت ليرا واحد الكتبه اعطيها لي واحد الفقه من ذاك النهار تزد علي الحال ووريتها ليه قال لي هذي بحد ذاتها راه سحر شوفي شنو فيها قلبها ولقى فيها القرآن مقلوب ومعا شي رموز وشي جداويل بعض الفقه عموما كيذيروا بحال هكا باش انه الكليان دياله كيبقى كيرجع عنده كل مرة وكيزيدوا في الفلوس بقيت بحالها كم واضبة على قرايتي على قرآني واخا بقيت مؤثرها نفسيا حيث ما كنش كالقمي في الضاروخ وكان خوية اللي تضربني وصحابه لي كيقولوا لي بلي شوفنا امينة هنا والله هنا وانا بارئة من ذاك شي قلت لواحد النهار غادي نقول لامي صافي انا غادي ندير حل راسي الحمدلله انا عارفة نفسي مزيان ولكن امي غادي نجي عندك باش تديني الطبيب نفسي حيث ما عنديش خير وحد اخر قدتني عند الطبيب امراض عقلية نتع الدولة ماشي نفسية واخاكي قبلوني ودخلت عن الطبيب اللي اعطتني الدواء اللي تكرفس عليها بساف كنت ديما غير نعسى او لكن نعسى بيومين وبا ما على بالوش عند بالو بلي انا نكامشي كنقرة ونجي تل واحد النهار صنعوا عليه وقالوا لي بلي اللي بنتكرة مغيبة يومين غادي نشرح لي بلي السبب هو الدول اللي سناخد مسكين كين كي يديني وكي يجيبني من دراسة بالطاكسي ويجيب لي اما ناكل ويراقبني ويراقب لي ويراقب لي يدوايا في الحصة الثانية عن طبيبه اعطتني الفرصة باش انني نخوع عليها قلبي بقاعدة كشيلي فيه وكتليها بلي انه ممي رهما معاناش واخا علاقتهم زيانا مع ابا وخيره كي يضربني وكي كتبوع لي رأى منه دارس وفعلات وانا ما ديره والو وكيسمع للهضرات ديال الناس هي الحاجة اللي وجعتني ومرضاتني نفسيا بقيت تمكي وكي نعود ليها امي اللي تحمينيات دكتورار اما كيناش وبراء مريض ما غاديش نبغي نعصبه بهذا الشي بقيت تمكي وعنقاتني طبيبه وعطات على امي انها تدخل معايا وقالت ليش هاد الشي واقع لبنتك اذا اولادك تعاب خليهم معاك وما تخليهم شي تكرفسوا على بنتك وبدتك توعيها امي غادي تهضر معا خوتي وغادي تتبرى منهم باش انه يحبسوا واللي يقرب مني ما غاديش يحجبوا الحال من بعد فعلا اخوتي غادي يحبسوا وغادي يفهموا باللي انا وهذا الشي راه هو اللي ممرضني غاديت تعطاني الطبيبه دولي كان مجهد على الكلاوي ديالي وما كنت عارفة وبخيس كان شرب فيه ولكن انا واحد المدة اللي كانت معيينة وصلت الشي كله بقي تشد في الطرق ديال مولانا حجاب الشرعي اللي قات ديولي والقرآن وصلتي انتقادات كثيرة على شعر الباس وركبة صغيرة وزوينة وعلى شعر ما راسك وشعرك را طويل وزوين تجاوبهم بجملة واحدة انا اخترت الاخيرة وما اخترت شد بنيا وصلت لباك ديالي وغادي انتخطب بموحد السيد اللي مو شافتني في الجامع وجاتي هي وياه خدام مع الدولة ولكن اخويا فاش عارفو كان ضد هاد الخطبة لانا وديك سيد ما صالح شو ما مربيش وكي خسر الهضراء وغير محترم رفضته ما حزنت ما تقلقت كان عندي يقين بلي انا وهذا السيد راماشي من المكتاب ديالي بقيت بحال هكا حتاجتني الصدمة ديال عمري انا والفيسبوك ديالي ادوه لي شي شباب وسربوا منه امتحانات ديال الباك الفترة اللي دوز فيها الباك وبقيت كانت اننا في النتائج غادي جيو البوليس غادي دقوا علينا في الدار والدوني ببا ما كانش واخوتي ما كانوش بديت نقولي بلي انه راماشي انا لي سربت وانا ما عندي شي ادفاد شي غادي كتبوا لي المحضر لي ما عنديش اصلا فيه يد بلي انني كتبت وسربت جو عائلتي فاشاقوا الخبار اهزاتني سطافت من باب الولاية وهبتني المحكامة غادي ندخل عند وكيل المالك قال لي شنو هادشي قلت لي اسمح لي يا راني اغلطت حيش هاد الهضراء بالطبس العميد قال لي يا قولي على الوكيل المالك قال لي يا وكيل المالك وكاد قولي يا بوجهك حمر اجي 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 بنتي باسمي وكان حسيت بالحقرة اخويا لي كانت يضربني ولي تنقول يا ذي تكون كان خير واقف معايا دابا وقعوا بزاف ديال التفاصيل اللي م محامي اللي تتعاون معايا المهم في الاخير خرج منها سلمة وباريئة بعد ما الشرطة الالكترونية دارت تحقيقات ديالها وحمدت الله وشكرته انجحت في الباك ولكن ما اعطاوش ليا يمكن ما فيها شخير ولكن تب تب ربي ووقفت على رجلي وما كان حش باليأس تنقول مدام انه ربي ولي خلقني فيها دنيا الا وقدر انه يعطني بزاف ديال الحويش دخلت القرف واحد الفوغماسيو اللي كانتمنى انني نوصل فيها وهكذا كغدا حياتي اليوم ما عنديش صحابات من نهار تشرعت ديالها في قرايتي ودرناك نستمتع معاهم بجميع اللحظات واختي طرحت الامور مبيناتنا وفهمت باللي انه كي يعملوني بدك الطريقة من اجل مصلحتي انا اليوم ما زلت شبته بحيوم ديالي انا يكون ممرضة ما نقدرش نقرأ هدابا لانه هو ابا اللي غدي خلصها عليا وعدني بلي لازم نصبر عليه ما زال شي سنة ولا زوج بيض مساليس واحد الفوغماسيو ديالي ويخلص علي يديك ساعة التمريض واخا ضعت لي سنتين في التسعة ولكن كان امن بلي انا كل شي لازحياتي واخا خيب كي بلي انا را خيب رفع خير وبشارة خير هي انني من بعدات شي كله قدرت انني نحفظ ثلاثين حزب من القرآن الكريم ولله الحمد وجيت لمرتبة الثالثة في جوية القرآن في مدينتي فرحانا حيث كان جاهد في نفسي وانا شابة وديرني بيا مغريات ومعاصي لكن ربي متبتني في الحلال نصحتي من القصة هي انه قراي وعمرك ما تفكري انك تزوجي باش انك تهربي من المشاكل انت عداركم لانه ربما غدي تزوجي معك في اسم الحالة ديالك ما تظلميش راسك وما عمرك تشوفي راسك ضحية وكوني بطلة نفسك اي واحدة غدا في الطريق ديال الغلط انا كنقول لها من هاد المنبر انك تجددي العهد مع مولانا دقي بابه من جديد وجاهدي نفسك وقراي وعاي وكوني مرضية واليدك انت اختيرك ما محتاجش رجل اللي يطيح لك الراس في الارض وما محتاجش تكوني علاقة في الحرام اللي غادي تآديك وربي غادي نوضي عندك بها عندنا حياة واحدة والحقيقية هي اللي غادي تبدأ من بعد ما غادي نموت كلنا العبرة من هاد شي انني انا لعمر ديال 14 العام وانا كنت قتل ببحدي عزيز عائلة ببوحدي قرأت ببوحدي كافحة ببوحدي اداويت ببوحدي من بعد ما هاد شي كامل هاد ضغط كامل اللي كنت كنت كنشوف رجلية كي ترتقوا بالدم وانا الطبيب كي يقول لي باللي عندك دعموك في قرية وجه عينيك يخرج منهم الدم وانا الطبيب كي يقول لي عندك عينيك مراضين راه ماشي شي حاجة راه غادي تفوتك راه هادي راه هادي وانا انا متشلقي حتى كيف انا متجاوز ديك شي قام في مرة حتى انا مقبل دابا خم اربع سنين وانا قلت واحد النوضة وقلت امينا راكي خاص كي نوضة وقفي هي هادك فاش ارميت كل شي من بالي للمرضى لكل شي اللي كي يقول لي سيري هند هذا الراقة سيري هند هذا سيري هند هذا سيري هنده في تريبيت كنت يقن باللي انا اللي ع2 لي نغادلا الوحيه ما بيني يدين الله تعه сама وداعلا انا بغيتكم من خلال الحلقات ديالي من بعد ما أعطتكم جرعة أمل وجرعة إيجابية بغيتكم غير تدعو معي أنه ربي يسر لي ونعوض وليدي هذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية أمينة يا سادة يا كرام ما بقى صراحة عندي ما نقول في هذه الحكاية ولكن قبل غير نشارك معكم مقطع من صوت ديال أمينة لي ما شاء الله في القرآن الكريم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي حكاية ليلى حبيت أني ندر بها استراحة نتمنى أنكم تخليوا لها رسائل زوينة دمتم في رعاية ليلى وحفظة نتلقاوا ربما بعد غدا إن شاء الله متزوجوا أنكم تغطوا ليزر الأيجاب نتكلكم تشي مشهود سلام سلام